تتشبك المصالح وتتقاطع في المنطقة العربية مصالح قد لا تكون ظاهرة خلال الفترة الحالية لكن يبقى للسنوات المقبلة أن تكشف عنها ومن هذه التقاطعات تعطل خط الأنابيب من البصرة إلى العقبة بفعل سيطرة داعش على مناطق غرب العراق فكيف تتقاطع الغيات ولصالح من؟ السادس من أذار مارس 2014 كان موعدا لتوقيع خطة وعدة لتكامل النفطي بين ثلاثة أوطان عربية يومها جمعت العاصمة الأردنية عمان وزراء الطاقة والبترول في كل من العراق والأردن ومصر وقعوا اتفاق تعاون في مجلاء النفط والغاز الطبعي أبرز بنود الاتفاق مد خط أنبيب من البصرة في العراق إلى العقبة في الأردن وصولا إلى العريش المصرية هذا المشروع كان من شأنه توفير مسار آمن ومستدام لتصدير النفط والغاز العراقيين وتوفير مصدر لإمدادات الطاقة إلى مصر ومدخيل سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار للأردن هذا المشروع كان مخططا له أن يبصر النور عام 2018 قبل أن يتمدد تنظيم داعش في مناطق غرب العراق ويسيطر على صحراء الأنبار حيث شكل وجوده العسكري فاصلا بين الحدود الأردنية والعمق العراقي ما عطل أي إمكانية لتنفيذ خط الأنبيب ووضع حد لحلم الدول الثلاثة أمام هذا الواقع وجدت إسرائيل نفسها أمام فرصة ذهبية فقد باتت أسواق متعطشة لموارد الطاقة متاحة أمام صادرات غازي شرق المتوسط التي تسيطر عليها تل أبيب وهي أسواق قريبة لا يستدعي الوصول إليها أعباء كبيرة كمد خطوط أنبيب أو محطات ضخ واشنطن كانت تراقب الأمر عن كثب إلى أن زارها قبل أيام وزير الطاقة الإسرائيلي فالتشاينتز حيث سمع دعوات لتسريع خطط استخراج الغاز وتصديره إلى الأردن ومصر السحافة الإسرائيلية ربطت بين هذه الدعوة وبين تحقيق أجندة استراتيجية لواشنطن في المنطقة وهو ما يبدو مخططا للتأثير على المواقف السياسية لهذه الدول قد يكون مخطط داعش لسيطرة على الأنبار تقاطع بالصدفة مع مصالح تل أبيب وواشنطن لكن المصلحة الإسرائيلية والأمريكية تحققت بالفعل اشتركوا في القناة